افتتحت جمعية الجليل للأبحاث مؤخرا مركزها الجديد للتثقف العلمي في مدينة شفاعمر بهدف تطوير عملية تعليم العلوم داخل المدارس العربية والانتقال إلى خارج الصفوف لكشف الطالب العربي على الظواهر العلمية بشكل ملموس هذا المركز سيجري العديد من الأبحاث ونحن في صدد إجراء العديد من الأبحاث في هذا الموضوع سيثري المنهاج التعليمي في المدارس سيأتي بأفكار جديدة خلاقة من أجل أن يكون الطالب باحثا حتى في مدرسته وفي بيئته القريبة ويحتوي مركز التثقف العلمي على عدة نشاطات وفعاليات وهو معد لاستقبال الطلاب من مختلف البلدات العربية ويوفر لهم كافة الوسائل والإمكانيات لإجراء تجارب علمية متنوعة ويتعرفون على المتحف العلمي الذي يحتوي على عدة محطات في عنا مثلا المحطات التعرف على الصفات الفيزيائية للطربة في عنا محطات التنوع البيولوجي بقطرة ماء في عنا الأرصاد الجوية في عنا محطات سبيكتروم الضوء في عنا محطات النفيات كاموريد الكومبوست ومحطات اللي هي ظواهر من الأشياء الطبيعة زي ظهرة اللوباتيا اللي هي ظهرة الطاض السلب اللي بتعلموها الطلاب عنا بيجو بشوفوها بعين أهم إشي عنا بالمتحف العلمي وبمحطاته اللي أقمناه أنه الطلاب بدها تيجي تجرب كتير مهم أنه أذكر أنه هاي المحطات مثلا زي أي محطة بتشوفوها عندكو المحطات هاي هي قيد أنشأناها إحنا بفكرتنا مش موجودة بمحل تاني وفي المؤتمر الأولي لمركز العلوم شارك عبر تطبيق الزوم كرابة الستين معلم للعلوم من مختلف البلدات والمدن العربية حيث ساهم المؤتمر في إثراء معرفتهم وتبادل الأفكار فيما بينهم مشاركة المعلمين والمعلمات في هاي الأيام الدراسية يعني هي الإثراء والربح هو كبير الربح بالأفكار أنك تشوف مشاريع ثاني تشوف أماكن ثاني تسمع من الزملاء تلتقي بالزملاء وتسمع شو بيعمل إهداك المعلم شو بتعمل هذيك المعلمي وهي الأفكار كلها المعلم بيرجعها لعنده على المدرسة وبشوف عنده شو الإمكانيات اللي بيقدر عنده في المدرسة يعملها وتكمن أهمية هذا المركز الأول من نوعه في المجتمع العربي في توسيع أفاق الطالب العربي وكشفه على عوالم مختلفة والخروج عن الأساليب التقليدية للتعليم مما يساهم في تقليص الفجوات بين الطلاب العربي واليهود